قال سعد بدوي الطالب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه شارك في الحوار حول الأنشطة الطلبية واتحادات الطلاب والمشاكل والتحديات التي تواجهها وأضف أن الأنشطة الطلبية تمر بمشكلة عدم وجود تمويل ثابت ولهذا تم التقدم باقتراح يقضي بالشراكة مع رجل الأعمال والشركات نحن المقدمين طبعا أن الأنشطة الطلبية تمر بأكبر مشكلة هي مشكلة التمويل أنه لا يوجد تمويل ثابت للأنشطة الطلبية ومقدمين مقترح بأن الوزارة توفر لنا شراكات مع رجال الأعمال ومع مصانع الأغذية ومع شركات الأغذية علشان خطر يوفر لنا سواء الوجبات ويوفر لنا أشخاص إعلامية تظهر تؤدي لأن النشاط يزيع سيطوه وطبعا أن الوزارة تحترى توفر لنا بشكل أفضل مقدمين طلب لوزارات الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي أن القاعات توفر لنا بدون رسوم ولا وحتى رمزية وأن نقدر نستخدم قاعات التدريب المدني في مركز الجزيرة مجانا